أعتقد أنه وفيش حد فينا ما درسش في المدرسة أو ما افتكرش أو ما درسش في التاريخ يعني وقفت الزعيم أحمد عرابي قدام الخديوي توفيق لما وقف بكل شجاعة وقال له لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولن استعبد بعد اليوم فين السياق التاريخي للفكرة دي؟ السياق التاريخي بيتزامن ذكرى 9 سبتمبر مع ذكرى قانون الإصلاح الزراعي اللي برضو صدر في 9 سبتمبر عام 1952 وإعادة تقسيم ملكية الأراضي وتملكها للفلاحين وبالتبعية ظهرت بقى جمعيات الإصلاح الزراعي وحصلت محاولات من الدولة لتمكين الفلاح طول الوقت من أرضه فتسمى هذا اليوم بعيد الفلاح آن كان بقى رؤيتك أنه طب كانت الأرض تبقى مساحات شاسعة واسعة بتزرع بنفس الأصناف على بعض ولا تتقسم آن كان رؤيتنا لكن الحقيقة أنه كل ما يصب في مصلحة التمكين المفترض أن يكون هو الأفضل أو هو الوضع الأهم مجلس الوزراء النهاردة عمل حاجة جميلة جدا بمناسبة عيد الفلاح مش بس قال للفلاح كل سنة وانت طيب لكنه أصدر تقرير إنفو جراف مهم جدا بينصد فيه إحنا أو الدولة المصرية الدولة المصرية قدمت إيه لدعم الفلاح على مدار التمن سنوات الماضية وكأنه كشف حساب كده أهم ما يميز هذا التقرير فكرة التغيرات اللي شاهدها العالم وفكرة تأثر سلاسل الإمداد والتوريد كل بلد في العالم ظهرت عندها الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعي محليا معنى كده أنه الزراعات الاستراتيجية يجب أن تكون هي أو لها الأولوية تتغير خريطة الزراع في مصر والدولة بسرعة بدأت في عمل تعاقدات مع المزارعين عشان نقول للمزارع طيب أنت السنة دي إزرع كذا هشتري منك هذا الصنف في نهاية الموسم بسعر كذا فتبع العملية واضحة جدا وكل الأطراف مستفيدين قدر الإمكان طبعا لن ننكر أنه ما زلنا بنقول فيه أزمات في التسعير فيه أزمات في الأسمادة فيه تفاصيل تخص تنفيذ هذا أو هذه الرؤية المهمة جدا لكن من الناحية التانية توفير المستلزمات الإنتاج الزراعي ده جاء فيه تقرير مجلس الوزراء تقديم المزيد من الدعم المالي للفلاح القروض المنسرة التحول نحو ما كانت الخدمات اللي بتقدم للفلاحين كل حاجة تضمن أنه الفلاح تبقى حياته أفضل ترتقي الخدمات المقدمة إليه تقل الصعوبات الكتير اللي بيواجهها الفلاح المصري يبقى ده ضمن خطة الدولة وده اللي رصدوا التقرير اللي أصدروا مجلس الوزراء النهارد ترجمة نانسي قنقر